بينما اتركت قضية اللاجئين وسندان رفع أسعار المحروقات يأن المواطن المصري حدثان مهمان وقع خلال الأسبوع اهتم بهما الشعب المصري بشكل عام والطبق الوسطى بشكل خاص الأول يتعلق بالتصريحات التي أدل بها رئيس الحكومة القديمة الجديدة الدكتور مصفى مدبولي بشأن مسألة اللاجئين الذين اعترضوا هو أصلا على هذا اللفظ ووصفهم بأنهم من الضيوف القضية الأخرى تتعلق برفع أسعار المحروقات طبعا رفع أسعار المحروقات جاءت ضمن سلسلة من الارتفاعات التي طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يجد المواطن المصري أن واتيرة الارتفاعات فيها صارت أسرع من عقود سابقة في نفس الوقت الذي كانت الحكومة المصرية تعلن فيه عن الأسعار الجديدة للمحروقات خرج الدكتور مدبولي رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي شارحا الجهولة التي تبزلها الدولة لتأمين المحروقات والقضاء على مسألة انقطاع القهرباء لكن سئل الدكتور مدبولي عن مسألة اللاجئين فلم يرحب بهذا اللفظ وقال أنهم من الضيوف وأن بعض العبارات التي ذكرها الدكتور مدبولي عبارات مجرد كلام دون الدخول في صميم الموضوع ولم يذكر الدكتور مدبولي مثلا أعداد اللاجئين بشكل دقيق الذين يقيمونه في مصر كم منهم يقيم بشكل شريع أعداد الفرين أو الهاربين أو من لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات من ترعاهم جهات إقليمية أو دولية ذات شأن برعاية اللاجئين مثلا ومن تصدفهم مصر وأي ضغوط يمثلونها على الاقتصاد اللافظ هنا أن الحكومة المصريمة كما هو معروف دأبت على مدى عقول على فكرة الحكومات المتعطبة كانت تتهم الشعب المصري أنه لا يستجيب لبرامج تنظيم الأسرة والمناشرات بتقليل أعداد المواليد وكانت الحكومات المتعطبة عادة تتجي إلى أن تصف الأزمة الاقتصادية بأنها أحد أسباب أو أحد أعراض مسألة النمو السكاني العالي في المقابل جاءت حكومة الدكتور مدبولي السابقة وكذلك الحالية طبعا وتتحدث دائما وهو أمر منطقي يعني عن الظروف الإقليمية والدولية التي ضغطت يعني منذ أيام بايروس كورونا من الحرب الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي والحرب على أهلنا في قطاع غازة كل ذلك بطبيعة الحال مثل ضغوط على الدولة المصرية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا الوضع على الحدود الجنوبية مع السر كل ذلك بطبيعة الحال مثل ضغوطا على الإقصاد المصري لكن دائما كانت هناك إشارات إلى مسألة ارتفاع عداد المواليد والزيادة السكانية من هنا يرصد المواطن المصري ذلك التناقض كيف تطلب الحكومة المصرية من المواطنين تحديد الناس وفي نفس الوقت تفتح الأبواب للصقبال المزيد من اللاجئين المواطن المصري بطبيعة الحال يعني ربما يكون غير معني بالأرقام التي لم يسمعها أصلا يعني عن أعداد اللاجئين والضغوط التي يمارسنها على حالة الإقصاد وإن استقبلهم يمثل ضغطا على حالة الإقصاد لكن المواطن المصري معني بالأسواق هو يلاحظ أن يلاحظ ارتفاعات متسارعة جدا في إيجار المساكن يلاحظ ارتفاعات في أسعار بيع يلاحظ مشروعات قامت بها جالياتها عربية أتى أصحابها إلى مصر كلاجئين ثم وجدوا أنهم تمركزوا في أحياء بعينها مما يهدد حتى الهوية المصرية في هذه مراحظات المواطن المصري التي لم يتناولها على الإطلاق أي مسؤول حتى الآن الإجابات دائما تصب في عبارات من نوعية دور مصر وهذا قدر مصر وكما قال الدكتور مدبولي مثلا مصر لا تعاملهم كلاجئين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كما المواطن المصري وأنه أي مخالف للقانون المصري كما يعامل المواطن المصري لكن الحال في الأسواق وفي الأسعار لدى المواطن يرصد من خلاله هذا التناقض كيف تطالب المواطن بتحديد الناس وتنظيم الأسرة وكيف على مدى عقود ظلت الحكومة تتحدث عن الأزمات الاقتصادية نتيجة لزيادة الناس وعالم تنظيم الأسرة ثم كما يشكو الناس هناك حملات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي قبلت تصرحات الدكتور المطبولي بانتقاضات وطرحت تساؤلات لماذا لا تسكى الأرقام الحقيقية الدقيقة لعداد اللاجئين كيف تخطط الدولة للتعامل معهم ما هو هل هناك مبرر اقتصادي هل هناك مبرر سياسي هل هناك جدوى من وجودهم يعني خارج إطار الكلام المعنوي أو الإشادات بالدور المصري الدور المصري يمكن أن يمارس في رعيتهم واستقبالهم إذا كانت حالة الاقتصاد مطمئنة بالنسبة للمواطن أو طبيعية أو عالية لكن ارتفاعات متتالية ارتفاع أسعار المحروقات بعدها بساعات تم الإعلان عن رفع جديد في أسعار القهرباء طبعا في الأسواق هناك بقى لفظ التجار أو جشع التجار والمواطن يعتقد ويرى أن الدولة طرقته فريسة لهؤلاء التجار يجب أن ينتهزون الفرصة ومع كل محق وكل ظرف وكل أزمة يلجعون لرفع الأسقار لأنه لا توجد رقابة حقيقية على الأسواق في كل الأحوال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت هناك حملات أو هناك صخب كبير من المواطنين المصريين دخلت بطبيعة الحال بقى تنظيم الإخوان الإرهابي في الصورة واستغل المسألة ولكن هذه الحملات من منصات التنظيم الإرهابي تقابل عادة بربض أو بسخرية من جانب المواطنين المصري المواطن المصري لا يطلب سوى تباعد ما بين تواريخ ومواعيد رفع الأسعار يريد شفافية في موضوع اللاجئين يريد أن يضع حد ل يعني تخفيف الحمل يعني كما اعتمدت الدولة في الفترة السبقة على تخفيف الأحمال على محطات الكهرباء يطلب المواطن المصري أن تخفف الأحمال بالنسبة للأسعار على كهية